السلام عليكم الاسترلاب هو عبارة عن جهاز فلكي قديم بيستخدم لقياس زوايا الاجرام السماوية مثل النجوم والكواكب وبيعمل بحسابات دقيقة جدا وكلمة استرلاب اصلها يوناني وبيرجع النموذج الاول ليه لحوالي 150 سنة قبل الميلاد لاحد علماء الرياضيات في اليونان بعد كده برع العرب في استخدامه وطوروه بشكل كبير وكان دوت على يد العالم العربي ابراهيم الفزاري اللي بيعتبر اول من صنع الاسترلاب في الاسلام واول من كتب عنه بشكل مفصل ثم زعت شهرته واستخداماته في عالم البحار والتجارة وحركة الجيوش هتمنى اكونوا استمتعتم بالفيديو وسلام